ومع استمرار خطر للمياه بملاحقة مزارع البرتقال والحمضيات أصبحت محافظة الديالة في دائرة الخطر الزراعي حسب رأي رئيس الجمعيات الفلاحية راعد التميمي مشيرا إلى تقلص خزين سدودها المائية الخمسة إلى ثماني بالمئة التميمي قال أن السوء لإدارة المائية أفقدت المحافظة مياه بحيرة حمرين والتي كان يمكن أن تؤمن المياه للمحافظة الديالة خمسة سنوات متتالية ما أدى إلى دخول خمسة عشر ألف فلاح مرحلة البطال الإجبارية وارتفاع نسبة الفقر في أوساط الفلاحين ثلاثين من المئة في الأشهر الأخيرة رئيس الجمعيات الفلاحية حمل الحكومة مسؤولية مباشرة في تراكم ديون نحو أربعمائة ألف فلاح في ديالة رغم قيامهم بحيراثة الأراضي أو الحصول على قروض لشراء البذور والسماد وعدم القدرة على دفع المستحقات بسبب حرمانهم من خطط الاستزراع ترجمة نانسي قنقر